السلام عليكم البنات اشخباركم كنت من الله سبحانه وتعالى تلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف وفي تمام الصحة والعافية انتم او الاهل ديالكم مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا العائلة الام حسناء كان رحب بكم وكنت لب منكم يعني فضلا وليس امرا تنضموا العائلة ديالنا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس والاعجاب بطبيق الحال اللي اعجبكم المحتوى بالنسبة للناس اللي مدعميني دايجاك نشكركم بزاف بزاف وصراحة بالدعم ديالكم باذن الله ستتكبر القناة شكرا لكم بالنسبة للفيديو ديال اليوم سنبرتجي معكم جوج ديال الحشوات من اروع الحشوات للبنات ومن اسهلها اللي ممكن تعمروا بها البريوات واللي ممكن تعمروا بها حتى البطبوط وعلاش اللي حتى المسمن اذا شاهدوا معي الفيديو باش تشوفوا طريقة تحضير المكونات وفرجة ممتعة بالنسبة للحشوة الأولى كيفما تشوفوا مكونات بسيطة متواجدة في كل بيت لا تحتاجة نجيب حتى شي حاجة من على بره عندنا هنا الكبدة ديال الجاج كنا نعرفوا الجاج ده برخيص الحمد لله كل شي متواجدة عنده الكبدة في الدار الحشوة كتجي هائلة وصحية في نفس الوقت المهم كيفما تشوفوا عندنا البصلة كمية تبقى حسب عدد أفراد الأسرة الكيمية تقدروا تضيفه وتقدروا تنقصه هنا كمية الكبدة التي قطعتها على هذا الشكل زيتون خضر مقطع الذي يبقى اختياري لدي اللوب الحامض مصير بالنسبة للكبدة رأنا ديجة قطعتها بحلقة ورقتها في شوية الملح والحامض وصفيتها مزيان نستخدمها لدينا فلفلة حمراء تكون حمراء أو الألوان يعني صفراء لما تكونش خضراء خضراء لا أتعجب بشيء في الحشوات يعني قليل فاش نستخدمها غير إلا ما كانتش عندي الألوان عندي نقص برون المعدنوس اللي فرمتهم على هذا الشكل وبنسبة للفلالبنات تقدروا تضيفه الكيمية تقدروا تنقصه تقدروا توابل 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 خرقم البلدي تحمير الفلفل الأسود سكينجبير أو زنجبيل التوم بودرة الناس اللي متابعين سوف نستخدم بزاف التوم بودرة في الوصفات لدينا الكامون الملح وزيت الزيتون ندوزه لنشحر المكونات ونجد الحشوة ندوزه 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 مقلة من المكونات متلسق ندوزه 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 هذه المغرفة عزيزة لا أعلم لأنني لديهم مغرفات وحدين أخرين وقد تسجل عليها الحرب ندوزه 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 نضيف نصف الكمية القصبر المعدنوس نضيف نصف الكمية القصبر المعدنوس نضيف نصف الكمية القصبر المعدنوس نضيف الكبد نصف الكمية القصبر المعدنوس نضيف نصف الكمية القصبر المعدنوس نضيف نصف الكمية القصب نضيف ملحق الكمية القصب نضيف الملح قصبر المعدنوس أضع الكبدة مع التحريك العطرية لا تنضيف البنات في الأول نضيف العطرية نضيف الكمية القطبرون مع الدنس مع التحريك دائما نضيف الشعرية الصينية شعرية الروز والزيتون خضر نضيف الكامون وخوط زيت الزيتون نحرك 1-3 دقائق نضيفها نضيف فرماج الحمر نضيف لديها اختيار اضيفه حتى الاخير نضيف الفرماج الحمر رائع اختيار اختيار مقابل نضيف الحشوة الثانية نضيف زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون نضيف الحشوة للمدق الحشوة نضيف الحشوة نضيف الحشوة نضيف الحشوة نضيف الحشوة تحديد المعنى توم بودرة كورجيت خز أو الجزر نصف الكمية شاركت معكم طريق تيانا والخضرة اخوز اضافت الحشوة التحمير تقوم بالتوبيل اضافت البزار الهريسة كر содерж السمك نضيف الكامون نضيف سلسط السوجة يعني معلقة كبيرة سلسط السوجة يعني العناصر اللي كنحتاجوها في العمارة ديال الحوت القصبر المعدنوس في اخر مرحلة ومع التحريك المتواصل أنا رمعه واني راجلي معه واني مسكنتي خلطلي وانتن حط المكونات هنا عندي الحامض مصير نضيف حمض مصير وانتن اسم الحوت الريحة تخرج كأنكم ديرين الكروفات كأنكم ديرين ويلا تقدروا عندي العطرية كثير تقدروا تضيف فيها شرائح ديال كرومي أو ديال الجاج كتجيكم بحالة كأنكم ديرين في الحوت عندنا هنا شعرية الصينية اللي قلت لكم ديال الروز هي اللي كان اعتمد أنا في الحشوات اللي عندي مهم كيف ما قلت لكم تقدروا تضيفه صدر جاج أنا ما بغت نضيف شي شيء بغت نخليها غير خضرها هكا وجهت بنينة يعني تتغنوا على الحم بصفتي نهائية تديروا غدك العطرية كافية على حسابي جربوها غادي تعيش بكم بزاف مهم مع التحريك بحالكة كيف ما كتشوفوك نضيف زيتون عفوا الأخضر اللي ديكم قطع اللي بقحته هو اختياري اشتركوا في القناة صافي غادي نضيف الفرماج الحمر تقدروا تضيفه تقدروا تخليه حتى تبرد تبرد وغادي نضيف باش نشكل معاكم الورقة مهم كيف ما كتشوفوا الورقات البسطيلة وغير صغيرة مهم مشي مشكل غادي نقضي بها كيف ما كتلكم هذه الحشوات تقدروا تعمرون في البطبوط في هذا الميني بطبوط في الورقات البسطيلة وحتى في العجينة دي المسمن وانا ما غادي ندهنهاش نهائيا لانا نلقيتها مدهونة فيها الزيت ما غاديش ندهنها نهائيا دائما الجهة الرطبة هي اللي كتكون على برة والحرشة هي اللي كنعمره بالنسبة للحشوة ديالي هي رابردات صافي كلنا كنعرفو نعمروا الورقات ان نصيبوا البريوات ديالنا تقدروا تديروا البريوات سيقار يعني انتو ما حرين تديروا ذلك الشي اللي بغيتوك نستعن بشوية ديالتقيق مخلط مع الماء كنلصق به الورقات ديالي كيف ما قلت دائما الجهة الرطبة من التحت والحرشة هي اللي تعمروا فيها صافي انتو ما عندكم حرية اختيار يعني الطريقة اللي بغتو تعمروا بها الورقات ديالكم موسيقى انا البنات بالنسبة للبرايوات الديالي ولا اي حاجة كنطيبة في الفران متنقليش تنطيبة في الفران وما تندهنهاش لا بايد لا بحت شي حاجة كندخلها مباشرة تنسخن الفران تنضيرها في اللاطات ديالي تندخل هاته الطيب وتنخرجها تتحمر وتنخرجها كتجي مقرمشة زوينة يعني انا نرى الناس اللي متابعيني وتابعين الفيديوهات ديالي ما تندهن بحت شي حاجة سواء الفطائر او البتيبان او البريوات مثلا بحت شي حاجة وكيجوا مقرمشين وكيجوا رائعين اصلا هاد الورقة رات تكون مدهونة كيف ما كتشوفوا صراحة انا تنفضت الورقة ديالي البخار ولكن ما لقيتهاش هنايا ما كيناش ويعني باش نبعدوا باش مشوا البلاثة اللي انا مول فتلقى فيها ما كينلاش يعني بنادم يقضي بذلك الشي اللي كينحداه ويدخل دار وضغية كم عارفين الطرف اللي احنا فيها يعني ما عندناش حرية الاختيار عن قضي بذلك الشي اللي عندنا والحمد للله كل شي متواجد يقضي بنادم كل شي كاين الحمد للله وكيف مكتشوفوا راهم زيتين هاي يعني دايلي اللي هالزيت وصراحة من اللي كالطيب كتنشوف غير انتم ما ما متضيفوش الزيت اللي لقيتو الورقة مزيتها ما الافضل ما تعودوش الدهنوها صافي خليوها غيب حالها كاك البنات من بعد ما طابوا لي البريوات ديالي كيفما كتشوفوهما هادو دخلتهم الفران راه مدهنتهم ما حتى شي حاجة كيجوا علها تشكل هذا صراحة قرمشين ورحتهم طلعها يا سلام صراحة ريحة رائعة كانت مني تجربوهم وترضو علي في الكومنتير من اسهل الحشوات ما فيهم للا تكاليف لا يعني لما صاريف كثيرة لاتشي حاجة يعني ذاك العطرية ديالكروفات هي اللي فيهم يعني ما شي شي حاجة كتلقوهم عند العطارة كاملين عطرية الحسره متواجدة وتوابيلاخورة كل ها كي نعدنا إذن وصلنا لنهاية الفيديو كنت من الفيديو ديال يومينا استيحسنكم ويعجبكم ما تنسوش تخليوا إلي لايك ديالكم وشكرا على المشاهدة حتى نهاية الفيديو إذن دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته